ابعثوا بقلبي إلى السير ماجدي يعقوب رسالة كتبها عالم بريطاني موشومة على قلبه فيترى إيه قصته؟ في حوار خاص على القناة الأولى لجراح القلب العالمي الدكتور ماجدي يعقوب كان بيحكي عن أهمية التبرع بالأعضاء بعد الحياة وإزاي ممكن تنقذ إنسان وتمد في عمره سنين وهنا بدأ الدكتور ماجدي يعقوب يحكي بنبر التأثر شديد عن أغرب المواقف اللي شافها بنفسه واللي عاشها خلال مشواره الطبي الطويل في موضوع التبرع بالأل واللي بتبتدي لما أحد العلماء في بريطانيا بيتعرض لحدثة مروعة وأثناء ما بيتم نقله للمستشفى كشفوا عن جسده فلقوا شيء أغرب من الخيال وهي رسالة مكتوبة كوشمة على جسمه مكتوب فيها في حال وفاتي اتصلوا بالسير ماجدي يعقوب ليأخذ قلبي ولأن العالم ده ما كانش ضامن إنه يعيش ولا هيموت قبل ما يروح المستشفى فقرر يكتب وصيته على جسمه عشان لو مات الناس تشوفها وبيقول الدكتور ماجدي يعقوب إنه حزن جدا لوفاة العالم ده وإنهم اتصلوا بيه عشان ييجي ياخد قلب العالم المتوفى بحسب وصيته المكتوبة وبالفعل روح ماجدي يعقوب على الفور المستشفى لأن القلب ليمدة معينة قبل ما يتوقف تماما وأجرى له عملية استقصال القلب وبعدها زرع القلب في جسد إنسان تاني بيعاني من المرض وعلى شفير الموت كمان قال ماجدي يعقوب إنه بيحكي القصة دي عشان تبقى رسالة للعالم في السنة دي ووجه رسالة للحكومة والشعب المصري وهي إن على الحكومة والشعب المصري أن يتفهموا النص الدستوري لزراعة الأعضاء والأنسجة وأنها هبة الحياة واللي ممكن تنقذ الكثير من الأطفال والكبار والأطفال والشباب ممكن يعيشوا لمدة 30 سنة كاملة بالأعضاء الجديدة اللي تزرعت في جسمهم وقال إن بالرغم من إن لا يحدث مع كل الحالات لكن فيه في مصر كوادر طبية جيدة جدا لكن لازم تكون تحت نظر الحكومة باستمرار وقال إن فيه عندنا آلاف الشباب اللي بيموتوا وبنبقى زرعين لهم أعضاء صناعية لكن ده لا يساوي شيء جنب القلب الطبيعي اللي ربنا خلقه وختم مجد يعقوب كلامه بأهمية التبرع بالأعضاء وقال كمان إنه بيتمنى إننا نهزم الجهل والمرض في مصر اشتركوا في القناة